يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد بعض إخواننا قد ذهب إلى بلاد الكفر ثم عاد بلا عقيدة لا في الربوبية ولا في الألوهية ويصعب علينا رده إلى ما كان عليه من الفطرة السليمة فأرجو أن تدلونا على طريقة ناجحة تؤثر في مثل هؤلاء هذا هو الذي من أجل حرم السفر إلى بلاد المسلكين وقومت بالهجرة إلى بلاد المسلمين وهذا خطر الابتعاث يسمونها الابتعاث الآن هذا خطر الابتعاث فهذا لا حيلة فيه إذا فسد قلبه وأصلح مرشداً فلا حيلة فيه أنه فسد قلبه ما يمكن علاجه إن شاء الله العافية لكن عليكم بالبراءة منه والابتعاد عنه نعم